اهلا بكم تعالي النهاردة هعملك وصفة حلوة جدا للانيميا وفقر الدم عند الاطفال مش بس عند الاطفال الوصفة بتاعتنا تنفع لجميع الاعمار اي حد عنده انيميا وفقر دم فياكد الوصفة دي لمدة شهر كامل وبعد كده يحلل تاني ويشوف النتيجة هتلاقي النتيجة ممتازة بجد اصرع علاج للانيميا وفقر الدم مش بس كده كمان بيرفع المناعة جدا بيحارب السرطان وكمان المقوم بتاعنا بيزبط مستوى السكر في الدم فهو من جميع النواحي جميل جدا بس مرضى السكر هيشيله مكون واحد بس من الوصفة بتاعتنا لو هو عنده انيميا وفقر دم وعنده السكر هنشيل مكون واحد من الوصفة بتاعتنا لمرضى السكر بجد وصفة جميلة جدا لو فعلتوها يوميا وخدناها بانتظام على الرئي الصبح ده بيزبط لي مستوى السكر في الدم مش بس كده وكمان بيعالج للانيميا وفقر الدم عند الاطفال ومغزية جدا وكاوي جدا لرفع المناعة يلا بينا نسمي الله ونطلع على رسالنا الكريم ونبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ ياريت لايك وشير في الخير علشان تأسمونا الاجر والسواب ولو اول مرة بتشوفوني انا فلفل ودي قناتي انا القناة على اليوتيوب والفيسبوك باسم يوميات ومبدأ وعلى تيك توك باسم فلفل اتمنى تتابعونا وتشتركوا معنا في القناة علشان نجبر بيكم وليكم ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا لعلاج الانيميا واول مكون معايا اول رئيسي معايا هي الحلبة دي طبعا كلنا عارفينها دي الحلبة ممتازة جدا لعلاج الانيميا وفقر الدم وكمان في مقونات تانية هنضيفها ممتازة جدا لعلاج الانيميا طبعا الحلبة دي علشان ناخد الفايدة بتاعتها كاملة ممنوع نغليها على النار تمام احنا هناخدها كده وهنضيف عليها الميا المغلية وبس كده وعلشان اخد الفايدة بتاعت الحلبة كاملة لازما ناكل الحب بتاعها بعد ما اشرب الحلبة ما ينفعش اشرب الميا بتاع الحلبة واسيب الحلبة زي ما هي لو عندنا اطفال مش هيتقبلوا يقلق الحب بتاعها فياريت نعمل لهم نصحنها لهم وناخدها بودرة كده نعملها بتبقى كريمي وجميلة جدا وبلش نتقلها لهم علشان يتقبلوها ويشربوها تمام الاطفال اللي مش بيحبوا الحلبة هنصحنها ونعملها بهذا الطريقة هيحبوها جدا وهتبقى في منتهى الجمال يلا بينا كده على طريقة الاستخدام او هنعمل الحلبة ازاي انا اخد نص معلقة من الحلبة وطبعا على الكوب اللي معاية تمام لو الكوب اكبر من كده هضيف معلقة من الحلبة تمام كده نص معلقة بالشكل ده وبعد كده هضيف عليها مية مغلية وما تنسوش ان احنا عندنا في كل حلقة بنعملها في سؤال بنجاوب عليه في اخر الفيديو والسؤال النهاردة اللي احنا هنجاوب عليه ان احنا عندنا الاطفال عندهم قفل شهية ومش بيكلوا بسهولة وبيتعبونا جدا في الاكل ومش بيرضوا يكلوا عندهم سوق تغذية وكمان الطفل ده عنده نحافة شديدة فانا اعمل ايه واصرف ازاي علشان اه اخل الطفل ده ياكل بشكل كويس وياخد كل وجبته كاملة هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه واقول لك على وصفة حلوة جدا تديها للطفل ده تفتح شيئته على الاكل وكمان تسمنه لو هو نحيف وهنضيف الميا المغلية على الحلبة وبس كده بلاش نرفعها على النار علشان لو عايزين ناخد الفايدة بتاعتها كم تمام ولو رفعناها على النار ما يزيتش عن دقيقة فقط تمام الناس اللي بتحب ترفعها على النار بلاش نسيف الحلبة لحد ما تسود ولونها يغمق علشان تبقى صحية تمام وتجيب نتيجة اللي انا عايزها بالشكل ده هنضيف ايه كمان هنضيف معلقة من العسل العسل الاسود مش الابيض تمام هاخد كده معلقة من العسل الاسود بالشكل ده كده وهبدأ اقلب لحد العسل ما يدوب تماما وبقى معايا اقوى وصفة للانيميا والتخلص من الانيميا وفقر الدم لو انتظمنا على هذا الوصفة شهر كامل هتعلق لنا الانيميا وفقر الدم بدون بقى ذهاب الى اطباء وكمان العلاجات اللي هي كلها كيميائيات فالحاجات الطبيعية دي مفيدة جدا جدا لصحة الانسان مش بس لعلاج الانيميا لا مفيدة جدا جدا وكمان بترفع لي المناعة لو الطفل ده مناحته ضعيفة هترفع له المناعة جدا ومنتهى الجمال انا عايزة اقول لكم على ملحوظة مهمة جدا انا كنت بعملها انا شخصيا لو الواحدة حامل فتاخد برضو الوصفة دي على الريق بتعريب لها الانيميا وفقر الدم علشان اا ما اقترب معاد الولادة تولد وهي الانيميا بتاعتها مصدبطة وزي الفل دي كن الوصفة دي اكوى من الحقن اللي هي بتاعت الانيميا او اللي هي الحديد اكوى منها وجميلة جدا وحاجات طبيعية طبعا مش هتضرنا اطلاقا زي الحقن او الابر اللي هي بتاعت الحديد بي لها اثار جانبية وكمان عزكم الله بتبقح في الجسم كده اللي خدها عارف انا بقول ايه يعني بتبادل لنا الدنيا احنا لو خدنا الوصفة دي مش هيجي علينا اي خطر منها ولا ضرر ولا اي حاجة فهي مفيدة جدا وكمان هتعليج لي الانيميا بشكل كويس جدا علشان الناس الحوامل يعني هي مش بس للاطفال اللي تنفع للست الحامل الست اللي بتردع برضو بتكتر لها اللبن او في صدرها فهو من الحاجات الجميلة جدا المفيدة المغزية للحامل واللي بتردع وكمان للاطفال وللكبار والجميع الاعمار تنفع الوصفة بتاعتنا. طيب كده يعني هناخد الوصفة دي ازاي بقى اهم حاجة بقى هناخدها على الريق الصبح اول مصحة من النوم هعمل الكبات الحلبة الجميلة دي. واضيف عليها معلقة من العسل الاسود واخدها على الريق الصبح بيبقى جسمك في عز الاحتياج. تبقى طول الليل ما فيش اكل ولا شرب بداخل الجسم فانتي جسمك هنا بقى بيبقى عنده يعني استقبال اي حاجة انت هتغديها او هم حاجة اول حاجة تخش جسمك هي الكباية دي الصبح تمام? هتلاقي جسمك كده بيتقبلها بشكل ممتاز جدا فمن هنا بقى يحصل المعجزة وتعالج لنا الانيميا وفقر الدم بمنتهى البساطة. وصفة سهلة وبسيطة بس بجد رهيبة. وهناخدها لمدة شهر كامل وبعد كده هنحلل ونشوف الانيميا عملت ايه? واحنا ماشيين صح ولا لا او ان شاء الله هتلاقوا نتيجة مرضية بفضل الله تعالى. كده خلصنا من آآ علاج الانيميا وفقر الدم. تعالوا هنخش على نمر اتنين وهو السؤال بتاعنا بتاع النهاردة. السؤال هنا بيقول ايه? انا عندي الاطفال نفسهم مزدودة عن الاكل ومش بيأكلوا كويس. واجبة بقدمها للطفل ده. ما بيأكلش غير ربعها ويقول انا شبحت خلاص مش قادر اكمل. طيب اعالج الطفل ده ازاي? او اخليه يبقى عنده قبلية او شهية للاكل ازاي? بمنتهى السهولة. نجيب الطمر. الطمر ده من الحاجات الجميلة وفاتح كوي جدا للشهية. اجيب سبع حبات من الطمر. اقطعهم واشيل منهم البزر. واجيب كوب حليب. وانقح فيه اغليل الاول ويكون سخن جامد. وبعدين هضيف فيه السبع طمرات. وقلبهم كويس جدا واسيبهم منقوعين من ربع ساعة لفلت ساعة. وقديهم للطفل ده قبل الاكل بنص ساعة بيفتح شهيته للاكل. وان شاء الله يخلص واجبته ويقول لك انا عايز تاني يا ماما. تمام كده? تمام. يعني وصفات سهلة وبسيطة بس بجد رهيبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير في الخير عشان تأسمنوا الاجر والسواب. وفي السلام دايما. ختال مع السلامة.